السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الصادق بارك الله في عمرك بنحبك في الله والله أحبك الله والذي أحببتنا فيه شيخنا قرأت سورة قرأة آية الكرسي مخصطة بعد كل صلاة للصلاة الفريدة فقط أو لأي صلاة نسلة وأي صلاة الزاير الناء بعد الفرائد أما لفظ الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه بين الجنة إلا الموت وهذا الحديث في سنده رأون يقال له محمد بن حمير ومحمد بن حمير هذا منازع فيه يعني من العلماء من يحسن حديثه ومنهم من يقول إنه لا يتحمل التفرد بمثل هذا المثن بارك الله فيه أما هي يعني بعد كل صلاة أو بعد الفريدة ما عندي قطع لكن الزاير كأنها كسير الأذكار فالأذكار عموما أذكار دبر الصلوات تقال بعد الفريدة بعد الفريدة فقط ده هذا جريا على سير الأذكار الله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر